وعلى مواقع تواصل الاجتماعي الخاصة بسماشي تيفي أما عن آخر خبر معنا لليوم فننتقل إلى أسعار النفط حيث ارتفعت العقود الأجلي للنفط يوم أمس الثلاثاء لتظل قرب أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات مع استمرار نقص حاد في إمدادات الطاقة حول العالم بينما جدد هبوط درجات الحرارة في الصين القلق بشأن ما إذا كان أكبر مستهلك للطاقة في العالم يمكن تلبية حاجات التدفئة المحلية أم لا وأنهت عقود خام برينت القياس العالمي جلسة التداول مرتفعة 75 سنة تقريبا لتسجل عند التسوية 85.08 دولار للبرميل الواحد في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 52 سنة لتغلق عند 82.96 دولار للبرميل الواحد وسجلت أسعار النفط زيادات حادة أيضا على مدار الأسبوعين الماضيين مثل ما شاهدنا ومنذ بداية سبتمبر قفز برينت حوالي 16% تقريبا في حين سجل الخام الأمريكي مكاسب بحوالي 21% وقال متعاملون وحتى المحللون أنه مع هبوط درجات الحرارة بينما يقترب الشتاء في النصف الشمالي من العالم ويتزايد الطلب على التدفئة فإن أسعار النفط الفحم وحتى الغاز الطبيعي من المرجح أنه تبقى مرتفعة وينتظر المستثمرون أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة الأمريكية والتي من المنتظر أنه تصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم من إدارة المعلومات الطاقة لليوم رح يعلونه عنه بالإضافة لذلك توقع محللون زيادة أيضا في مخزونات النفط الأمريكي الأسبوع الماضي وانخفاض في مخزونات البنزين ونواتج التقطير عم نشوف طبعا هذا الشيء ومع انخفاض درجات الحرارة مثل ما ذكرنا هذا بيأثر على أسعار النفط ومثل ما عم نشوف بالفترة الأخيرة ارتفعت أسعار النفط لحتى تكون أكثر من 80 دولار للبرميل الواحد بينما بالفترة الماضية الأخيرة كانت ما بين بال60 إلى السبعين فقط أدركوا في القناة